منظمة الدول المصدرة للنيفت أوبيك وشركاؤها تستأنف مفاوضاتها في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج في الأشهر المقبلة. الاجتماع الذي سينعقد افتراضياً يأتي بعد ثلاثة أيام من المحادثات بين أعداء التكتل والذي كان مقرراً الثلاثاء بسبب الخلافات القوية داخل المجموعة. وبحسب مراقبين يبدو أن اتفاقاً يلح في الأفق بشأن زيادة الإنتاج بمليوني برميل في اليوم بحلول أبريل المقبل عوض يناير المقبل كما كان مقرراً في السابقة. ويلتزم التحالف باقتطاعات كبيرة بإنتاج النفط من أجل تكيفه مع الطلب الذي انخفض بشكل كبير بسبب تدعية وباء كوفيد-19 استناداً إلى الخطوات التدريجية التي جار احتمادها بعد مفاوضات صعبة في فيينا في أبريل الماضي. ترجمة نانسي قنقر